وزارة المالية قالت أن تقرير مؤسسة هارفورد للتنمية الدولية واللي بيتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 6.8% لحد عام 2027 ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات نموا في العالم بياتي انعكاس لتنوع وتطور القدرات الانتاجية لمصر وبيؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي طبعا بتضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكتر تنوع عشان يرتفع بمقدار درقتين في مؤشر التركيبة الاقتصادية وزارة المالية أكدت أن مصر بقيادتها الحكيمة بتبني على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات ما زالت بتحظى بإشادات دولية وبتسعى جاهدة لبناء قدرتها في شتى القطاعات على أحدث ما وصل إليه العلم من أجل إرساء اقتصاد المعرفة اشتركوا في القناة